أهلا وسهلا بأطفال الأعزاء كيف حالكم؟ بخير الحمد لله مرحبا بكم لقد اشتقت إليكم كثيرا سنبدأ على بركة الله مجالنا اللغوي درسنا الثامن في التواصل الشفوي هو بعنوان آداب الطريق وإشارات المرور سنتعرف اليوم على إشارات المرور وسنتعلم آداب الطريق هيا لننطلق تعرفنا في الحصص الفارتة على مجموعة من وسائل النقل مثل حافلة حافلة طائرة مروحية طائرة مروحية قارب قارب شاحنة 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 قطار كتار كتار سيارة سيارة أحسن تم في هذه الحصة سنتعلم يا أطفال الصغار آداب الطريق عندما نذهب إلى المدرسة أين نمشي يا أحبائي؟ أين؟ هل نمشي على الرسيف؟ أم في وسط الطريق؟ فكر معي نمشي فوق الرسيف أحسن تم نمشي فوق الرسيف نسير على الرسيف حتى نصل بأمان أحسن تم وهل نلعب يا أطفال وسط الطريق؟ لا نلعب وسط الطريق أحسن تم لا نلعب وسط الطريق انظروا معي يا أطفال فاللعب في وسط الطريق خطيراً وهل نلعب بالدراجة وسط الطريق؟ لا نلعب في الطريق بالدراجة فهذا خطر يا صغاري نلعب بالدراجة الحديقة يا أطفالي عندما نريد عبور الطريق ماذا نفعل يا ترى؟ أمشي في الطريق المخصص للعبور أحسنتم وماذا نفعل أيضاً؟ أستعين بشخص كبير يساعدنا أحسنتم يا أطفال أو نطلب المساعدة من شرط المرور أحسنتم هذا هو شرط المرور أحسنتم هذا هو شرط المرور وأنظروا كذلك إلى لون الإشارة الظوئية فأنا أعبر الطريق عندما يكون لون الإشارة ماذا؟ ماذا يكون لون الإشارة عندما أعبر الطريق؟ أحسنتم عندما يكون لون الإشارة الخاصة بالمترشل؟ أخضر ممتاز عندما أريد قطع الطريق ماذا أفعل يا ترى؟ أحسنتم أمشي في المكان المخصص للعبور أضغط على الزر الأخضر في الإشارة المخصصة للمترشل أحسنتم فأيضاً نعم أنظروا على اليمين وعلى اليساري وأتأكد من خلو الطريق من السيارات أحسنتم رسمت في الدفتر إشارة المرور فضوءها الأخضر تفضل بالعبور رسمت في الدفتر دفتر إشارة المرور فضوءها الأخضر أخضر تفضل بالعبور وقلت للخلال لا تنسوا الألوان وقلت للخلال لا تنسوا الألوان فلونها الأصفر تهيأ في توان ولونها الأصفر أصفر تهيأ في توان ولونها الأحمر إيأة أن تعبر أن تعبر الطريق أرواحنا نخسر أرواحنا نخسر أرواحنا نخسر أرواحنا نخسر ورسمت في الدفتر دفتر إشارة المرور فضوءها الأخضر أخضر تفضل أرواحنا نخسر أرواحنا نخسر إلى الأنشود الجميلة سنتعرف على الإشارة المرورية الخاصة بالسيارات هيا معا إشارة المرور إشارات المرور هي التي تنظم عملية السير في الطريق فماذا تعني هذه الألوان يا أطفال ماذا؟ هذه ألوان إشارات المرور اللون الأحمر قف اللون الأصفر أستعد واللون الأخضر انطلاق أحسنت فالسيارة تتوقف عند اشتعال الضوء الأحمر وتستعد للسير عندما يشتعل الضوء الأصفر وتسير في الطريق عند اشتعال الضوء الأخضر أحسنتم يا أطفال أنتم رائعون سنقوم ببراعتنا اليدوية وسنصنع شيئا جميلا ماذا يا ترى؟ قوموا معا بصنع إشارة مرور الضوءية هي الأدوات التي سنستعملها هي نحتاج إلى مقص لصق ورق صوداء أوراق ملونة أحمر أصفر أخضر وعود خشبي سنقوم بقص ثلاثة دوائر متقايسة أحمر أصفر أخضر ونقص مستطيلا كبير الحجم بحيث يحتوي على الثلاثة دوائر التي قمنا بقصها ثم نلصق تلك الدوائر الدائرة الحمراء هي الأولى ثم الصفرة ثم الخضرة وبعدها نقوم بتلسيق العودة الخشبي لنتحصل على هذه الإشارة الجميلة هيا جرب يا صغيري شكرا لكم يا أطفال الأحبة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر